السلام عليكم العدد باي أو طاء أو ثابت الدائرة أو ثابت أرخاميدس اللي قتل على يد جندي روماني في أثناء ما كانح المسألة الرياضية باستخدام الدوائر العدد باي هو من أكثر العداد الثابتة المستخدمة في الرياضيات وفي الفيزياء وهو عبارة عن النسبة بين محيط أي دائرة إلى طول قطرها يعني لو قسمنا محيط أي دائرة مهما كانت صغيرة أو كبيرة على طول القطر الناتج دائماً راح يكون نفس العدد وهو العدد باي ويرمز لهذا العدد بالحرف اليوناني باي العدد باي عدد غير نسبي يعني ما نقدر نكتب على شكل بسط ومقام بحيث البسط والمقام أعداد صحيحة ولو حبينا نكتب على شكل العدد عشري فالأرقام بعد الفاصل العشرية ما راح تنتهي ولا راح تكون ماشي بنامط ثابت لذلك احتاج الناس إلى تقريب هذا العدد عشان نقدر نستخدمه أشهر تقريب للعدد باي هو ثلاثة فاصلة أربعة عشر أو ثلاثة وأربعة عشر من مئة ومن هذا التقريب يحتفل الناس بيوم أربعة عشر مارس ويسمونه يوم باي وبالمناسبة باي باللغة الإنجليزية تعني فطيرة وهذا يسبب إقبال كبير على الفطاير في هذا اليوم استمر الناس عبر التاريخ وعبر الحضارات المختلفة إلى يوم الحالي في محاولة إيجاد أقرب قيمة للعدد باي استخدموا العديد من الأساليب والخوارزميات والمتسلسلات اللانهائية لحساب قيمة باي وتصل حاليا القيمة المحسوبة إلى مليارات العداد العشرية بعد الفاصلة الهدف من المنافسة في الوصول إلى تقريب أقرب إلى باي وإيجاد هذه المليارات من العداد العشرية هو تحطيم أرقام قياسية جديدة ليس أكثر لأن هذا الكم الهائل من العداد العشرية ما رح تكون عملية في الحسابات الواقعية على سبيل المثال علماء ناسا يستخدمون تقريب يصل إلى 15 عدد عشرية بعد الفاصلة استخدامات العدد باي العدد باي مستخدم في صيغ معادات رياضية كثيرة جدا ما يسعني أني أذكرها كلها لكن رح أحاول أذكر الاستخدامات اللي ممكن تجوفها في حياتنا اليومية يستخدم العدد باي في حساب محيط ومساحة الدائرة كما يستخدم في حساب حجم ومساحة بعض الأشكال الهندسية اللي لها علاقة بالدائرة مثل الكرة والمخروض والاستوانة في قياس الزوايا وحساب المثلثات الزاوية باي بقياس الرادية تكافئ 180 درجة بالقياس الستيني وتسمى بالزاوية المستقيمة وبالتالي الزاوية القائمة هي باي على 2 اللي تكافئ 90 درجة وتلعب باي دور أساسي ومهم في الدواء المثلثية مثل جا وجة أو ضاء وراح نخصص بإذن الله فيديو خاص بهذه الدواء والاستخداماتها يستخدم باي عادة في علم الهندسة والأشكال المرتبطة بالدوائر لكنها أيضا يظهر في مجالات أخرى مثل الفيزياء والإحصار يستخدم باي في الكثير من القوانين الفيزيائية مثل قياس الزمن الدوري لحركة بندول بسيط بطول L مع استخدام ثابت تسارع الجذبية G يعني المد اللي يحتاجها البندول عشان يروح ويرجع لنقطة البداية قانون كولوم للقوة الكهربائية وهذا القانون يصب القوة بين شحنتين كهربائيتين Q1 و Q2 بينهم المسافة R النفاذية المغناطيسية في الفراغ أو ثابت المغناطيسية أو مقدار تدفق المغناطيس عبر الفراغ وهو عدد ثابت ووحدة هذا الثابت هي نيوتن لكل أمبير مربع في الاحتمالات نجد باي مستخدمة في تعريف دالة التوزيع الطبيعي ودالة التوزيع الطبيعي هي دالة تصف توزيع مجموعة كبيرة من البيانات وكيفية انتشارها حول المتوسط الحساب يعني لو أخذنا عدد كبير من البيانات في الطبيعة مثل أطول أطفال حديثي الولادة منلاحظ أن أغلبهم بيكون طولهم قريب من المتوسط وقليل منهم أعلى أو أقل من المتوسط وكل ما بعدنا عن المتوسط راح تكون الحالات أقل وكالت الفضاء ناسا أبدا ما تستغني عن العدد باي وتستخدمه في الكثير من الأمور مثل قياس حجم البراشوت للهبوط على المريخ وتحديد مواقع الزازل على المريخ ورسم خرائط للكواكب والتواصل مع المركبات الفضائية وتتبع حركة الكواكبات نشكر لكم استماعكم ونرجو أنكم استفدتم واستمتعتم بهذا المحتوى ونلقاكم بشأن الله في فيديو قادم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر